موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من برنامج الشاهد وضيف جديد معنا في هذه الحلقة والأستاذ أحميد النيفر نرحب به جميعا مرحبا بك أستاذ أحميد النيفر أهلا أستاذ أنت اليوم شاهد في برنامج الشاهد سنتحدث معك على حقبة زمانية وتاريخية يمكن أن تكون شهادة قيمة في هذه الحلقة ونتعرف على ما حدث في تلك الفترة إن شاء الله تكون أهمة وأرجو أن تكون ناجحة إن شاء الله إرثأت الصدف دائما في جميع حلقات هذا البرنامج أن نبدأ دائما بالسيرة الذاتية بالنشأة والطفولة عندما نرجع إلى لقب النيفر عائلة كبيرة في تونس عائلة معروفة لو تحدثنا بعض الشيء على النشأة وعن عائلة النيفر شكرا على هذه الاختيار وشكرا على الدعوة العائلة موجودة في العاصمة منذ 1760 تقريبا وكانت منحدرة من مدينة صفيقص وقبل ذلك كانت موجودة في مصر ولها فروع خارج صفيقص وتونس لها فروع في القيروان ولها فروع في توزر فهي عائلة ممتدة أولا ولها حضور في تونس العاصمة هذه العائلة الكريمة ومنحدرة هذه العائلة عائلة النيفر تأكيد توارثتم أشياء أبا عن جد ما الذي بقي من هذا الميراث هناك يمكن نقول عنصرا عنصر الأول هو العائلة هذه كانت مهتمة بالتجارة في العاصمة بالخصوص وأهم فرع من فروحة كان يشتغل في سوق العطارين في التجارة العطور ثم أحد الفروع تعالى فوز كان سوق العطارين قريب جدا من جامعة الزيتونة ففرع من الفروع أراد أن يخطط لنفسه طريقا آخر وهو طريق التعليم والعلم والتحصيل إلى آخره العائلة الفرع الثاني اهتم بالجانب العلمي وأصبح منخرطا في جامعة الزيتونة في ذلك الوقت هي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعلم أنه خب وتخرج الكفاءات إلى آخره ومن وقتها أصبح الاهتمام رئيسي مركز على هذين المجالين جانب التجارة وجانب العلم وظل هذين الجانبين يراوح بينهما أفراد العائلة فطيلت القرن الثامن عشر والتاسع عشر حتى نوصل القرن العشرين باش تتبدل الصياغة وفما باش يوليه الناس يقرعوا العلوم الحديثة ثم يوليه طبا وفما يوليه مهنسين أما بالأساس هما هذوما الاهتمامين الرئيسيين الذين يميزان العائلة سيد الحميدة في فترة طفلت طفلتكم يعني في طيار التجاري والطيار العلمي الزيتوني الديني إلى آخره أين كنتم ترون أنفسكم في تلك الفترة بالنسبة للفرع متاع عائلتي أنا وشخصي أنا هو الجانب الثاني يعني في تقليدنا البسيط العائلي القرية القرية وما يخرج عنها معناها الإنسان أما بشي يوليه عدل وإلا بشي يوليه قاضي وإلا بشي يوليه إمام ولا بشي يوليه مفتي إلى خيره يعني هذا هو الاهتمام وذلك أنا نذكر وقت كنا نسكن في العاصمة هذا هو الأحديث الأحديث جدي مثلا الشيخ البشير قاضي ونسمع وناس تجي للدار القاضي بشي يذكروا قضيتهم وإلا بشي يشوفوا مسألة وإلا وهو كي يرجع يحكي على قضية صارت وإلا مشكلة صارت في الدار القضاء يعني الجو العائلي اللي حليت عينيه فيه هذا هو الجو مما عناش جانب تجاري الفرع التجاري كان أخر وإلا ذلك العائلة كما قلتك في الفترة اللي أنا انشأت فيها هي هذه الجانب العائلي العلمي وحتى الأقارب كيف يجي وعمومتي وكذا كلهم في هذا المجال في التعليم وما شاكل ذلك ما عندهم مش حاجة أخرى بالنسبة للمدرسة والتعليم التي تلزمنت مع فترة الاستقلال حدثنا بعض الشيء عن هذه الفترة الفترة التي واكبت وزمنت الاستقلال كنت ندرس هنا في صدقية المدرسة اللي كانت هي تقريبا تاخذ أبناء العائلات متاع المدينة متاع العاصمة درسنا في صدقية وكانوا يدرسوا فينا فرنسويين أساذة معلمين فرنسويين معروفين وكان ثم القسم الآخر يقريونا أساذة وينسة العربية والتعليم العلوم اللغة ومشاكل ذلك إلى جانب فرنسويين ولذلك اخذينا اللغة الفرنسوية اخذيناها من أول عام وتقريونا يقريونا ساذة معالمين فرنسويين ولذلك كان تكويننا الحقيقة متوازن جدا وعننا قدرة باش نتكلموا في اللغتين بصورة متميزة إلى أن كملت الابتدائي وانتقلنا إلى في ذاك الوقت في وقت الاستقلال بضبط كملت أنا في الابتدائي مع الاستقلال وفي الاستقلال كان ثم مشروع متاع تعريب التعليم تعريب هذا يبدأ في الخمسة وخمسين ستة وخمسين فأنا ادخلت في الشعبة العصرية متاع التعليم الزيتوني اللي هي ما هياش كما التعليم القديم متاع الزيتوني هي تحاول باش تكون فيها لغات اجنبية كنا نقرأها فرنسوية وانجليزية إلى جانب العلوم اللغوية والدينية وكانوا يقررون كيف كيف يقرروا فينا التوانسة ويقرروا فينا بعض اجانب يقرروا فينا الانجليزية كانوا يقرروا فينا اساذة اجانب هذا التعليم الزيتوني اللي كملنا فيه ما يسمى التحصيل العصري التحصيل العصري هو البكالوريا بالصيغة المعربة لانه في ذاك الوقت قاعدت تقريبا سنوات ثم كلاثة انظمة متاع تعليم ثم تعليم على النمط الفرنساوي كله في الفرنساوي وفم تعليم التقليدي وفم تعليم اللي هو معرب كما يقولوا وهذاك هما اللي قاعدت تخدم حتى اللي جاءت بعثة مشينا لسوريا باش نقرعوا من طرف الوزارة سنأتي الى ذلك بعد قليل ولكن كيف وكبتم فترة الاستقلال هل من من مشهد بقية في ذاكيراتكم من تلك الفترة الاستقلال يعني اللي نذكره فما على قل حاجتين وقت كنا في اخر عام في الصدقية كان ثم مدير تعليم فرنساوي ونذكر نخرجه بالصدقية الصدقية اذا كانت تعرفها الصدقية ثم صعدها تهبتك بحثها قريب القصر الاعدال ووزارة التربية اللي توهي وزارة التربية كانت وقتها هي اللي لاهي بالتعليم وكان مديرها اسمه بي وكنا نخرجه في معنا صغير ما نفهموش نسمعه واحد يهتف يقول ابا بي ابا بي معناها وقتها كان عنده برامج للتصليح اصلاح التعليم وكذا فننخرطه في كل المجموعة ونبدأه نعيته ابا بي الاخيره فبالنسبة اللي نحنا المسألة الوطنية كاني فرحم معناها كان وقتها بدأت تحس اللي الحكومة الفرنسوية معناها الحماية الفرنسوية ضعفت وفم حركة نيضال وحركة وطنية واحنا منخرطين فيها بنوع من العفوية مش بمعنى اخر اساسا ما عناش في العائلة الا واحد منها كان عنده انخيرات في الحزب الدستوري بقيت العائلة ما هيش مسيسة ما عناش الجانب السياسي واحد برك كان مهتم بالسياسة ومعروف واخدم في الحركة الوطنية لكن معدى ذلك المسألة الوطنية كانت ينظر اليه على انها ما هيش شغل قريب مننا جدا لكن ما كانش عنا اشكال معا بالنسبة لقصة محمد طهر نيفر قصة تصدية لمصر بن اسماعيل حدثنا بعض الشيء عن هذا الموضوع هذه تعود الى القرن التاسع عشر نعم قبل الحماية قبل الحماية تقريبا بثلاث سنوات الحكومة الفرنسوية كانت تتحذر عن طريق القنص الامتاحة اللي هو اسمه روستان تيودار روستان القنص الهدائي كان يخطوا بعد ما دخلت فرنسا لجزائري يخطوا باش يلحقوا تونس بنفس البرنامج امتقى الاستيلاء على تونس والعون الاساسي اللي كانوا مستعملينه هو الوزير اللي اسمه مصطفى بن اسماعيل مصطفى بن اسماعيل هذا شخصية شخصية غريبة ومثيرة لكثير من التساؤلات مصطفى بن اسماعيل هذا شخص لم يهيئه اي شيء ليصبح وزيرا اول ومع ذلك اصبح وزيرا اول ومقربا من القنصل في مرة من المرات هذا الوزير كان سحب سلطة وفساد وكان عنده عون من اعوانه اللي اعتمد عليه في الامور الخطيرة بتاع الفساد اسمه عن ليلة بزاي عن ليلة بزاي هذا عون من اعوان الوزير الاكبر تخلي المجلس الشرعي الديوان الشرعي اللي فيه مجلس القضاء في ذلك الوقت واراد ان يخرج احد المساجين اللي لنا حكم عليهم بالسجن من قبل المجلس الشرعي لانه عمل مخالفة فيما اسألت ارث وعبس فالقاضي اللي في ذلك الوقت اسمه محمد طهر النيفر القاضي قالوا ما عندكش حق باش تخرج قالوا انا ما بعوث من الوزير الكبير معناها مصطفى بن اسماعيل لانه بناته محسابات وفساده صار شجار واقتحم علالة بالزاي السجن واخرج الشخص الذي اراد ان يخرجه فاشتكى المجلس الشرعي رفع شكو للباي اولا بالهذا الشخص اللي هو عون من عوان الوزير ثم بعد ذلك صعد المجلس الشرعي زاد صعد في اللهجة متاعه وقال الامور اللي فزدت في البلاد وليانه هي مش هذي الحادثة الوحيدة ثم برشها تراكمات تراكمات متوالية فطلبوا من الباي كونوا رسالة عملوا رسالة وكونوا لجنة رفعت الى الباي مطلب لتكوين مجلس شورى نعم في ذلك الوقت وكان القنصل الفرنساوي رستان يتابع في المسألة واستطاع ان يقنع ويخيف الباي بانه لو كان يقبل باش يعملوا مجلس شرعي مجلس شورى فان هذا سيؤدي الى مخاطر تصيب الباي نفسه نعم ولذلك اصبح الباي في حالة من التردد ادت في النهاية انه لم يحقق شيئا للمسأل الشرعي واستطاع الهبة هذه اللي عاملوها جماعة المجلس الشرعي بحضور وبقيادة محمد تهر نيفر ان تنهار بعد ذلك لانه فما عناصر خافت وفما عناصر قبلة نوع من الدعم والفلوس الاخره بحيث هذه المرحلة هي يمكن قبل ثلاث سنوات من الحماية التي سيستبعد فيها الاشخاص الذين وقفوا مع هذا المطلب ويقع توقيع الحماية كما ارادها الفرنسيون واعوانهم طيب فترة الخمسينات اكيد كانت فترة مهمة في تاريخكم استاذ حميدة النيفر كيف تتقرؤون هذه الفترة هي فترة هو شو الخمسينات لا يمكن فصلها عن فترة قبلها اللي هي فترة الثلاثينات فترة الثلاثينات في تونس وفترة الخمسينات هما زوز فترات اساسيات في التاريخ الحديث متع تونس فترة الخمسينات تتميز بظهور القيادة السياسية الجديدة والنخبة السياسية الجديدة التي بدأت او انشئت او ظهرت بداياتها في الثلاثينات يعني في الخمسينات الجيل امتع الثلاثينات الذي كان في تلك الفترة شابا هو الذي سيصل الى مراكز القيادة والقرار مع الرئيس بورجيبا ومع القيادة الحزبية الدستورية التي كانت معها والتي ستتولى قيادة البلاد في نظامها الجديد فالخمسينات والثلاثينات مربوطين ببعثهم الثلاثينات فترة الانفتاح والحداثة والتنوع والحرية والجمعيات والانفتاح على فرنسا بالاساس وعلى الغرب وعلى الحداثة الخمسينات هاك الجيل ذاك هو الذي سيتولى القيادة مباشرة ويقع شيئا فشان استبعاد كل المشهد القديم بمكوناته السياسية والاقتصادية وغيرها نعم طيب نمروا الى دراستكم الثانوية ذكريات الشباب حدثنا عن هذه الفترة اكيد انها كانت هناك ممكن فاصل في اختيار بقية مساركم العلمي والاجتماعي هو الفترة هذه بالنسبة لي هي قضية بداية الحس السياسي يعني انا قلت لك العائلة ما نش منخرطين في عمل سياسي ما عدا فرد واحد اهي ما كانش عنها الاهتمام اهتمامنا معرفي بالاساس ومحافظ لكن انا من خصوصية المثلة اللي تخصني شخصيا اني انا من عائلة اه والدي من عائلة نجب نقول محافظة ولكن امي من عائلة اندلوسية اه متحتحة لك كيف نكبر كي كبرت نلقى روحي ما بين تقريبا نجب نقول ما بين عالمين كانو مش كيف كيف كي نمشي نبدا في دارنا اه ثم الانضباط و كي تمشي لدار العزيزي اه في دار الاخوة في اه تربة البي اه شي اخر ناس اندلوس اه موسيقى بيانو ضحك نوع اخر تماما كيفاش واحد وقت اللي يعيش ما بين اه زوز انظمة ولو هما عائلات كلهم بلدية ما انا يتسمى بلدية ولكن في الحقيقة اه نظامين عائليين مختلفين يتعايشان ولكن كل واحد عنده نظامه عنده طريقته في الحياة و كيفاش مثلا اه اه واحد كي يفطر ينجي مقعد ساعتين يفطر الاندلوسيين مياموش احنا لا تاكل في ساعة في ساعة وتقوم متضيعش وقت يعني ثم انظباط و ثم نوع من اه اه هكا الحدية في عائلة والاخرين معليها الناس تفطر لا ربعة الخمسة فاين انتم من هذين العالمين ايه لا معناها انا منلي في الفترة هذيكا النجم اه كيفاش قولو نتاقلم عزوز نفهم انه فما حد ادنى من النظبات ضروري ولكن نقول قداش بشي قعد واحد منظبط يزبو ساعة ساعة يتفرحك وياحك ويش بده شوية عود ويدربك وشيق معناها هذه حاجة اساسية في شخصي انا وبالفضل فيها للمصاهرة ما بين عائلتين مختلفتين وان كانتا عائلتاني من نفس السياق الحباري والمدني والمديني معناه نعم بعد الفاصل سنتحدث عن رؤيتكم لفترة زعيم الراحل لحبيب بورجيبة مواقفه وإلى غير ذلك من المحاور ابقوا معنا مشاهدين نعود بعد الفاصل مع ضيفنا الوستاذ حميد النايفر بشدين الكرام نعود مجددا إلى برنامج الشاهد ونذكر بضيفنا اليوم الأستاذ حميد النايفر السعيدين جدا باستقبله في هذه الحلقة حلقة من برنامج الشاهد مرحبا بك مجددا أستاذ حميد وقفنا عند مراحل مهمة في الستينات الخمسينات عدنا إلى الثلاثينات أيضا عدنا حتى إلى سنوات قبل الحماية الفرنسية نستكمل الآن إلى محور آخر رؤيتكم إلى زعيم حبيب بورجيبة الحركة الوطنية مواقفك من زعيم الراحل في تلك الفترة قبل أن نمر إلى فترة أخرى بالنسبة للزعيم بورجيبة عنا على الأقل في وعي أنا الشخصي عنا منه موقفين مختلفين في عائلتي كان هناك نوع من التقدير لهذا الشخص حتى فترة الستينات حين بدأ يتحدث عن المسألة الرمضانية والمسألة الدينية ويتدخل فيها بصورة اعتبرناها أنها تمس من معتقدات راسخة في العائلة وفي المجتمع جدي مثلا محمد البشير نيفر كان الرئيس بورجيبة هو الذي عينه إماما بجمع الزيتونة إمام جمعة رغم أن جمع الزيتونة لا يتولى الإمامة فيها إلا من كان إما من عائلة الشريف أو من عائلة محسن هذه القاعدة في الخمسينات والستينات الرئيس بورجيبة لمعرفته بجد قرر أن يسميه أن يعينه إماما جمعة وظل يخطب سنوات إلى أن جاءت مسألة الرؤية والحساب من تعرمضان ثم بعد ذلك أصبحت مسألة الإفطار في رمضان وأنه هذا كنوع من الجهاد إلى آخره وقتها وليت عنا موقف آخر ففي المنطلق كنا ننظر إلى هذا الرجل على أنه زعيم وطني وحقق أوصل النظار الوطني إلى مرحلة هامة ولذلك لم يكن عندنا منه موقف سلبي عندما تغير موقفه وأصبح في فترة الـ 63 و 64 و 65 وحكيت افطروا لتقوا على عدوكم وقتا كان الشيخ بن عشور مفتية ديارة فونسية عندما رفض أن أن يقرر بهذه المبادرة وهذه مسألة مهمة في خصوص علاقة عائلات الدين المتدينة في تونس العائلات المحافظة في تونس كيف تحولت من موقف التأييد ومن موقف الانخراط في الحركة الوطنية إلى موقف يمكن نقول فيه كثير من التحفظ بل موقف رافض تماما لأنه لم يفهم لماذا يحصل هذا من شخص يعني كان يسمي نفسه مجاهدا وفكرة المجاهد الأكبر فكرة دينية يعني الجهاد موش مفهوم حديث ولا مدني مفهوم ديني مفهوم ثقافي ديني ولذلك الإشكال الكبير هو أنه صورة الرئيس بورقيبة تغيرت تدريجيا من مرحلة إيجابية إلى مرحلة مترددة إلى مرحلة سلبية جدا منه بعد الستينات ووليت أمور أخرى اللي عاش لفترة هذيك يعرف مثلا وقت اللي عنده خطب يعملها ويجبد على أمور تتعلق بالرسول عليه السلام ويجد نفسه في الحقيقة ما منزعج تماما انزعاج رئيس دولة لماذا يتدخل في هذه الأمور بهذه الصورة هذي قد تكون قناعة شخصية أنه أعتقد أنه الإسلام حاجة زايدة وممكن استغناء عليه هذي ممكن لكن رئيس دولة يعرف المجتمع مشاك كيف يفكر فكان هذا سبب لأحراج كبير في الوسط العائلي ولذلك التحفظ وصل إلى مرحلة كبيرة جدا ربما أنا أثرت فيها وقت اللي أنا خرجت من بعد وقلت روحي ما نجمش ندخل في حزب عنده هالفكرة هذه استخفاف بمقدسات المجتمع وبثقافة المجتمع الاستخفاف بهذه الأمور بدت لي لا يمكن أن تحتمل نعم في ذلك الفترة أيضا كان هناك الصراع البرجيبيا اليوسفي كيف تقرؤون هذه الفترة هي هذه الفترة الستينات كلها فترة الستينات يعني الصراع معناه بدأ من نهاية الخمسينات واستفحل في الستينات مع اغتيال الزعيم صراح بن يوسف يعني أنا أنا أذكر وأنا صغير كنا وقت اللي صار صار الاغتيال وصار حوادث بن زرت صاروا فرط فترة في تلك الفترة كنت في غاية التوجس من أن البلاد ستدخلوا في حرب لأنه كانت فعلا معركة ما يسمى في ذلك الوقت معركة بن زرت كنا على مشارف وانا وقتها في قسم البكالوريا معناها قريب من المكمل الثانوي كنا يعني كان في اعتقادي أنه سنخوضوا حربا جديدة على الأقل اللي عشتها عشتها وأنا صغير بالكل يعني فترة الاربعينات وقتلي كانت الحرب العالمية نهاية الحرب العالمية الثانية لكن في الستينات مع أحداث بن زرت ومع اغتيال بن يوسف كنا نشعر بأن هناك اختيارات سياسية فيها برشة مغامرة فيها قدر كبير من المغامرة وأنها ممكن أن تفضي إلى حالة من الاحتراب الداخلي بين تونس وفرنسا وصار قصف مات عدد كبير من التونسيين ماتوا من الشهداء وفي جنوب تونس أيضا صارت مشكلة في ذي كي يسميوها في البورن ما قد يسمي في جنوب تونس المنطقة كانت عسكرية وحب ووقتها يفكوها للجيش الفرنساوي فكنا نعتبر أنه فم نوع من المغامرة السياسية التي تبدو كأنها غير محسوبة وغير مفكر فيها بالقدر الكافي وذلك هذا مما زاد جعلنا نشعر بأن الخط السياسي ما هوش خط ناضج بالقدر الكافي كما كان يبدو في البدايات نمر إلى مرحلة أخرى مرحلة مهمة جدا في تاريخك أستاذ أحميد هي مرحلة الجامعية اخترتم التوجه أو السفر إلى سوريا ما هي الأسباب التي دعتكم إلى السفر إلى سوريا لمتابعة تعليمكم الجامعية هو الحقيقة أنا ربما يضي حاجة مهمة بش نقولها لما أتممنا لما تحصلت على الشهد التحصيل العصري المساوي للبكالوريا كان عندنا إمكانيتي إما أن ينولي معلم وإلا كان ثم عروض في ذلك الوقت بش ندخلو للجيش قدمت مطلب بش نمشي نعدي خطر يزمي نعمل فحوص عندي شهادة تسمح لي بش ندخل ويزمي نعمل فحوص طبية وفحوص في الكتيبة وفي الكتابة وفي الشفاهي فنجحت في الكتابة ونجحت في الشفاهي ووقت نجيت بش نعدي لأنه هما طالبين بش نمشي هنا عملوا طيار يعني سلاح الجو وأنا كنت مغروم معنا مهتم بهذا مشينا عادينا تربس في العوينة مش تربس معناه اختبار في العوينة سقط في النظر لأنه بش تدخل تعمل الجيش في ذاك الوقت في الطيران يزمي يكون نظرك دقيق و يقوله سانك سورساك وعندك حتى نقص عندك حتى نقص هذك اللي سقط في ذاك الوقت بالضبط جاءت فرصة فالوزارة التعليم عملت عرض لمن يريد أن يذهب إلى المشرق وكان وقتها ثم منحة لبغداد بش نمشي ونقرأ نقرأ وكل واحد شبش يقرأ العلوم ولا لغة ولا حقوق ولا إلى آخرين فذك الوقت قامت مشكلة حينما وقع الإعلان على موافقة تونس نشأت دولة الكويت الكويت في كل عام هذك عام ٢٣٠ انشئت وتونس اعترفت بالكويت وهذا أغضب الحكومة العراقية لأنها كانت تعتبر الكويت مقاطعة من مقاطعات العراق فالمنحة اللي كانت مش تمشي نمشيوا فيها البغداد ألغيت وقعدنا حوالي ١٥٠ طالب وقتها كنا بش نمشيوا في البغداد قالوا لنا لا بغداد راي قصت المنحة أما بش نعوذوها لكم وعوذوها لنا ومشينا لدمشق فأنا ممشيتش بيراتي ولكن كيف سقطت أنا من حكاية الطيران ومشيت السوريا بش كملت أداب ما الذي تغير في شخصيتكم عندما كنتم في سوريا أثناء مزاودة تعليمكم الجامعي هناك ما الذي تغير في حياتكم هي الستينات بالنسبة ليانا في الفترة هذيك اللي بدأت فيها تجربة التعاضد واللي كما قلت لك قبليك ثم نوع من التجاسر على المسألة الثقافية الدينية في تونس خلتني معناها كما يقولوا بالعامية ما صدقت الرب يخرجت تونس وقلت مكفهرة ما عادش تونس المريحة تونس المستقلة المريحة اللي عرفتها أنا في خمسة سنة ستة وخمسين سبعة وخمسين لا نوع اخر لا نوع اخر معناها بداية بداية تسلط الدولة بداية تسلط الدولة على المجتمع لا تونس بالعكس تونس انفلاش الدولة عن المجتمع يعني تونس عكس اذا كانت تحكي على تونس تونس في هذه الفترة نعم اي لا لا في الستينات تغول الدولة دولة قوية الرئيس بورجيما ما كانش يلعبره صحيح هيعمل تحديث لكن الدولة كلمة واحدة فماش ولذلك تنجم الدولة تكون نظام مثلا نقولوا احنا ليبرالي وتولي اشتراكي وبعد تكون اشتراكي تولي ليبرالي وما فما حتى يشكل يعني ما كانش تما الشي اللي نشوفه انا توقي نشوف الدولة توا وكيفاش والمجتمع توا مقارنت بذلك الوقت ثم فرق مجتمع وقتها مستلب ما عاش عنده ما عاش عنده خاضع نعم عنده استسلام كامل معناه واذا كيف نخرج سوريا ونخرج سوريا وقت اللي خرجت من الوحدة معا مصر كانت ثم الجمهورية العربية المتحدة احنا وصلنا لسوريا بعد عام من الانفصال ما يسمى الانفصال يعني خرجت سوريا من نظام الجمهورية العربية المتحدة وبدأ فيها نظام جديد منفتح ليبرالي حريات جراية ساخرة ومعنى جو اخر يعني من البيئة التي كنتم فيها في تونس بين عالمين العائلة المحافظة والعائلة المتفتحة وجدتم نفسكم في بيئة اخرى مجتمع اخر مجتمع دبور شرقي شرقي بيئة فيها المحافظة يعني اذا كان مجتمع شرقي فيها قدرة على التعايش عجيبا فيها تعدد يعني تلقى المسلم والمسيحي والارمني والكردي والتركي سوريا ومزاييك مش لعب ثراء ثقافي ومتعايشين مثلا احنا كنا وقت السنة الأولى كنا نسكن نسكنوا وفي حي فيه مسلمين وفيه بعض المسيحيين وقت اللي يدخل شهر رمضان نثبت عليها مقابلتنا عائلة مسيحية مولى العائلة يخرج الصباح طبعا فاطر يبدأ سيجاروه في فموه يفوت الباب بيش يهبط للدروش يطفي السيجار و بيش يخرج لان الحومة الحومة الكل هم مش مسيحيين غلبهم مسلمين ولا عياد كيفاش يبعثونا هما هما مسيحيين ويعرفونا احنا سواء في العيد الصغير ولا في العيد الكبير في الستينات اللي عشت فيها في سوريا شفت عالم لا نظيرة له في القدر على التعايش مع الاختلاف كيف يمكن لمجتمع متعدد ان يتعايش وفي رحة بالصدر وساعات تصير زيجات هذا تلقاه من عائلة مسلمة ياخو مسيحية وساعات تلقى العائلة بيدها على اثنين اشتر منها مسلم واشتر منها مسيحي العائلك نفسها الشرق عجوبة في النقطة هذه واذاك وقت تشوف الشرق في هاكل وقت وتشوف الشرق توا تقول شو ليساء ما تفهمش لانه وقتها كان ثم قدرة على التعايش والتأقلم لا نجد لها الان نظيرا وقت تشوف الاختلاف ما بين السنة والشيعة ما بين الاتراك والسوريين يعني انقلبت الصورة رأسا على العقب طيب في خضم كل هذه البيئة التي تحدثت معنا الان بيئة مميزة بيئة خصبة ما التي تغير في شخصية الأستاذ حبيد النايفر في التكالفادرة وانت شاب هو في بيئة مثل التي عشناها في الستينات في دمشق لا يمكن ان لا يتطور الشخص في على الاقل في جانبي الجانب اللوناندي جانب ثقة في النفس هذا المجتمع يعطيك ثقة في نفسك بصورة لا نظيرة لها بينما في المجتمع التونسي هناك نوع من تمس الشخصية حرص المجتمع ان لا تظهر شخصيتك في الستينات التي عشتها ليس هناك تحفيز للشخصية بينما في دمشق اول شي تبدأ تشعر به انك انتي معناها ما زلت ما كملتش الاجازة يقولوا لك يا دكتور مثلا نعطيك مثال و الا في الحومة مدامك تقرأ في الجامعة انتي محترم مهندس كذا في الشرق الشخص يقع تثمين شخصيته ساعات بالمبالغة ساعات بالاكثار لكن بالنسبة لي انا ديك استفدتها لانه اعطاتني ثقة كبيرة في نفسي دون النفخ في الصورة ولكن تلك هي ساعات توصف اما مبالغة الحاجة الثانية اللي تخذها في الشرق هو تقدير السوريين للمغاربة والتوانسة بالخصوص يعني كل الاساد ذا متاعنا كانوا يعملونا نوع من العناية لا نجدها في لا يجدها اطراف اخرون منهم يعني مثلا اساد ذاتنا يستدعيونا لديارهم ويدخلونا في اجوائهم والاساد ذا مسيسين الكل ما تماش اللي بعثي اللي لناصري اللي اخوان كل وذلك انت تقرأ في القراية وفي نفس الوقت تبدأ تسمع في الخلفية الاديولوجية تفهم فيها شوي بشوي يعني ما تماش علم كيفاش قولوا محظ لا فما علم وفما ملاحظات فما تعليقات مثلا نبدأون في السنة الثانية نبدأون قولوا هذا يشن هو هذا بعثي لا هذا يا اخوان لا هذا يا ناصري هذا يا ساري سوريا في كل وقت هذاك تعلمك بالصيف ما تفرقش بين العلم مش ما تفرقش العلم يمشي معا معرفة يمشي معا التزام سياسي نعم ومتى تبلورها اتجاهكم السياسية والفكرية فكل وقت هذك اخترتوا من تكونوا من ناصرين فكل وقت هذك وقت هذك اللي عنده قدرة اكثر بش يستجلب شخص كفيانة بالخلفية العائلية وكذا من جمشي يكون غير ناصري الناصرية كانت فيها نوع ميناء الانفتاح على العالم العربي فيها تقدير للغة العربية وهذه شيء معناه أنا طبيعي في عائلتي ما كانت طبيعة دراستكم في سوريا وقتها الجامعية ندرس اداب عربي نعم لكن في قسم الاداب العربية ندرس علوم اسلامية كان يجينا الاستاذ الله يرحمه سبحي الصالح كان يقررين علوم القرآن كان يقررين البلاغة وقضايا سميها دراسة نص نقرأ دراسة تفسير القرآن اضافة للادب والشعر والنحو والصرف و الى اخيره طيب بعد الفاصل نواصل معك استاذ احميدة حديث شيء جدا والعودة الى التاريخ والشهادات يعني مفيدة في شخصي المتواضع وكذلك كل من يتابعنا ولعننا نستفيد ايضا من باقي الشهادات المقبلة في برنامج الشاهد ابقوا معنا مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود اليكم موسيقى مشاهدين الكرام عدنا من جديد الى برنامج الشاهد ونذكر بضيفنا مرة اخرى وهو الاستاذ احميدة نيفر الذي اصعدنا بوجوده معنا اليوم في هذه الحلقة كنا قد وقفنا عند رحلته الدراسية الجامعية في سوريا وتلك البيئة الخصبة التي نشأ فيها وتعلم فيها الكثير من الاشياء المفيدة التي عادت عليه بالنفع كما بعد بالنسبة لبقية مشواره العلمي والادبي وكذلك الاعلامي مرحبا بك مجددا استاذ احميدة بعد سوريا الوجه الى باريس مباشرة يعني عالم مختلف تماما يبدو لي انا عندي قدر متاعي يعني دي نعيش بين عالمين مختلفين في سوريا كان عنا استاذ قال لنا في اخر عام قال لنا اسمع اذا كان تحبوا من جد تبنيوا مستقبلكم ومستقبل بلادكم مشيوا اقرعوا البر اقرعوا في اوروبا الله منعش اذا كانوا حي ولا توفى الله كل حال الدكتور عبد الكريم الاشطر هذي استاذ الادب الادب الحديث وفعلا وقتها صارت مشكلة صغيرة الرئيس بورقيبة اهبطت الديمشق اهبطت الشرق في خمسة وستين انا تخرجت ستة وستين اهبطت وعمل جولة في الشرق ومشي البلاد اسمه اريحة في فلسطين نعم وعمل خطاب شهير اثارت فيه ضجة كبيرة وقامت مظاهرات في سوريا وفي مصر وفي الاردن وفي بيروت فرد فعل ما فهمناهش احنا جاينا قرار كانت عنا منحة من الحكومة التونسية اه لابدت روحوا لتونس رئيسكم اوهين واعتداوا على سفارتنا في ترشنية البقعة في دمشق ولا وين اعتداوا على انه فما مظاهرين روحوا يودي بنزل لنا عام باش نكمله قال لا بدت روحوا احنا قلنا انه مانش باش روحوا قلنا باش قصوا المنحة قلنا انهم قصوا المنحة ووقتها وهذه شهادة يزمني نقولها الحكومة السورية اعطتنا منحة لمحالة بعيدة على اللي كنا ناخدوها حاجة بسيطة لكن كملنا بيها العام الاخراني باش تخرجنا تخرجنا ومشينا لفرنسا في فرنسا كان فاروري باش نقيده في الدكتوراه لانه انحنا عنا اجازة قدمنا عملنا ترجمة للاجازة وقبلتنا السوربون قيدنا عند انا قيدت عند مستشرق معروف مهتم بالبلاغة لانه كان اختصاصي في الاداب نعم قيدنا مع مستشرق اسمه شارل بيلاء هذا معروف مهتم بالجحف عنده اهتمام خاص بالجحف لكن الجيد في في السوربون في القسم هذين تعالى دراسات العربية انه يدرس الحضارة العربية ويدرس معها الجانب الاسلامي بحيث الوقت اللي تاخذ الشهادة تاخذها الشهادة في العلوم العربية الاداب العربية والاسلامية وكان مثلا قضية البلاغة ما تاخذهش كفن فقط تاخذها كفن وكتعبير عن خلفية ثقافية اللي موجودة في النص القرآني اللي موجودة في النصوص الادبية الكبيرة كما الجاح اذو غيره فالسوربون يعلمك الشيء اللي كنت انا استفدت منه شخصيا انه وقت اللي تدرس ساعة تنحي هاكي الاعتبارات اللي فيها كثير منه العاطفة وتولي تدرس مثلا بصفة موضوعية بصفة منهجية وهذا اللي يفيد برشا مقارنة بما كنا تلقيناه في دمشق في دمشق ثم جوانب ساعات تدخل فيها جوانب كما قلت لك فيها سياسة وفيها متداخلة مع العلم بينما في التعليم في فرنسا ينبغي ان يكون الانسان كثير الاحتياط فيما يمكن ان يقوم فيه من استنتاج او متوصل اليه من قناعة ودراسيته تعكس ذلك ولذلك بدأت كتابات امتائي تاخذ منحة اخر خلافا لما كنت اكتبه في دمشق لانه ما قلت لكش قبيلة كانت عندنا مجلة نصدروها في دمشق اول مرة عملنا مجلة اسمه مجلة المعرفة وكانوا يكتبوا فيها طلبة طلبة المغاربة لانه احنا كانت عندنا رابطة في دمشق اسمها رابطة طلبة المغرب العربي فيها توانسة وجزائريين ومغاربة فالكتيبة كانت فيها شوية من الادبيات شوية حماس والناصرية كما تعرف فيها جانب حماسي وجداني كي تدخل لفرانسات ولي هذلك الجانب ينخفض بدرجة كبيرة ويتغير الى لحساب الجانب العقلاني الجانب الموضوعي المقارن تعتيك في شخصيتك وفي فكرك ادوات اخرى في التحليل وادوات اخرى في الاستنتاج ماذا كانت بداياتكم في التوجه الاسلامي التوجه الاسلامي التوجه الاسلامي كان اولا كان موجود في دمشق لكن انا مكنش منخلط فيه نعم في سنة ثلاثة وستين اربعة وستين التحق بطلبة توانسة شخص جاء من تونس ليسجل في دمشق هو الاستاذ رشد الغنوشي الذي كان طالبا كان معلما في تونس ثم انقطع عن مهمة عن وظيفة التعليم وذهب اولا لمصر ثم التحق بدمشق ففي ذلك الفترة اول مرة ساتعرف على شخص تونسي عنده الخلفية الاسلامية ولكن باعتبار انه انا عندي خلفية ناصرية كنت انظر الى حركة الاخوان كأنها حركة معادية للخط الناصري تعرف الصراع اللي صار ما بين الاتجاهين ولذلك لما عدنا الى فرنسا لما ذهبت الى فرنسا التحق بعد ذلك الاستاذ رشد التحق بنا في فرنسا وسجل في الدكتوراه وايضا كان هو قد سار شوتا في القضية الاسلامية ولكن انا كنت محافظا عن قناعتي القديمة القومية ف حادثين حادثين ثم في فرنسا ستقوم حركة ثورية كبيرة تسمى حركة 268 والحركة هذي طرحت جملة من المفاهيم و جملة من الاختيارات التي تطيح بالخط الليبرالي والخط السائد في ذلك الوقت اليميني الفرنسي يعني غالبوا اما يساريين او اقصى اليسار الفرنسي النقابات والشباب والحركة ما يسمى الانارشيس ما نهل حركة من عاش كباشي عربوها الفوضوية ففي ذلك الفترة وجدت نفسي امام وكنت عندي قناعة بان الغرب اموره مستتبة واضحة فاجد نفسي امام حركة ثورية عجيبة ادت في النهاية الى اسقاط الرئيس شارل دوغال في ذلك الوقت اول معناها تراجع او مراجعة حصلت عن طريق هذا الحدث الكبير الذي مره فترة طويلة يعني في ذلك العام انا لم استطع ان افعل شيء غير متابعة الاحداث وكانت حركة في الحي اللاتيني حركة يومية صباح ومساء وفي الليل ويحتلوا المسرح المهم هذك مرحلة يعني جعلتني اتراجع في بعض القناعات المتعلقة بالغرب وسير الغرب وقناعات ورثتي تبدو راسخة وعقلانيتو الى اخرين هذا جانب الولين الجانب الثاني هي هزيمة سبعة وستين قبلها بشوية يعني حين استطاعت استطاعت الجيوش السهيونية ان تنتصر وتغلب الجيوش العربية ثلاثة بتاع المصر وسوريا والاردن بدالي ان التجربة الناصرية القومية وكل كله وما قيل عندي اذن من انه كنا ننتظر في الطائرات تأتي من هنا فأدت مرحلة يعني كلام يدل على مستوى بعيد جدا كل شيء هوا في تلك الفترة بالنسبة يعني بالنسبة فاصبح البحث عن شيء اخر غير المفهوم الغربي الذي كان فعلا من ناحية الدراسة يعطيك قناعبا وشيء متطور جدا غير الواقع الذي رأيتمه بينما الواقع السياسي الاجتماعي مغاير ثانيا في العالم العربي بدت الصورة غير الصورة التي كنا نعيش بها في الستينات في دمشق ولذلك حين يطرح الموضوع السياسي الاسلامي وحين يطرح انه ربما في تاريخنا وفي تراثنا هناك امكانية لبديل غير هذا البديل او ذاك فيمكن هناك يصبح فما اذان صاغية لهذا الخطاب كان لكم لقاء مع مالك ابن النبي قدم لكم نصائحها كشباب مهتمين بالمسائل الثقافية والفكرية والسياسية نعود بعض الشيء الى هذه النصائح التي قدمها لكم هذا حصل في السبعينات تعرف في الجزائر في السبعينات طيلة سنوات السبعين كان كل عام وزارة التعليم الاصلي كانت عندهم في الجزائر وزارة اسمها وزارة التعليم الاصلي تعمل مؤتمر سنوي للفكر الاسلامي وتعقد هذا المؤتمر كل عام في مدينة من مدر الجزائر وتدعو له كفاءات مختلفة من خارج الجزائر ومن الجزائر نفسه وكنا نذهب هذه البدايات متع السبعين في ندوه من الندوات كان المؤتمر في العاصمة عاصمة الجزائر وفي نهاية الندوه كان عندنا صديق جزائري قال ترغبون في لقاء المفكر مالك بالنبي فذهبنا الى بيته استدعانا وكان يستقبل الوفود الذين الوفود التي جاءت للمؤتمر الوفد وكان يبدو انه كان يحس او يدرك انه في حالة مرضية يعني متقدمة يعني كأنه يقدم وصيته ويضع وصيته للشباب كنا شباب في ذلك الوقت ومالك بالنبي عليه الرحمة الله كان يعيد نفس الفكرة يعني عنده مجموعة افكار اصبحت بالنسبة اليه قناعات قناعات اذكر ثلاث افكار رئيسي الفكرة الرئيسية الاولى فذلك الوقت في السبعينات كان يعتقد ان العالم الشيوعي والخيار الشيوعي ذاهب الى سقوط وان هذا النظام الذي يقوم على مركزية الدولة وهيمنتها وقتلها للنزاعات الفردية وحرية التعبير لا يمكن له ان يتواصل هذه قناعة الاولى القناعة الثانية الفكرة الثانية اللي قالها النا واوصانا بها وبعدين احنا عنا كانت مجلة في المعر فخرجناها الوثئية موجودة عنا في المجلة الفكرة الثانية انا انا اذا لم نقم نحن بالثورة الثورة مش معناها الثورة المسلحة لا الثورة الفكري اذا لم نقم فسيقموا بها غيرنا لكن في الاتجاه الغالط ولذلك هو كأنه يوصي الشباب ان يأخذوا مسؤولياتهم بأيديهم حتى لا يوظفوا بطريق خاطئ ولذلك يحمل الشباب مسؤولية تاريخية كان يعتبرها ثم ثالثا فكرة السية الثالثة هي انه العالم العربي والاسلامي له طاقات وكفاءات وقدرات ينبغي ان يفعلها من خلال ثقافته ولكن من خلال انفتاحه على العالم وفهمه لمقتضيات العصر هذو مثل ثلاث افكار السية اللي كان يخدم عليهم وليستواعونها بطرق مختلفة ولكن ستكون لنا ذخرا فيما سيظهر وبعد ذلك في السبعينات ومثلا كيف اتعاملتم دكتور حميد النيفر مع موضوع تجديد الفكر الديني هل من اجابة على حدة التيار الحداثي والعلماني في تلك الفترة يعني انت تدعون الى فكر اسلامي ديني تقدمي مستنير حدثني عن هذا الموضوع هذا سيتأكد شيئا في السبعينات حتى نهاية السبعينات سيظهر بصورة علنية يعني في 78 و 79 في تونس في ذلك الوقت كان النظام السياسي وصل الى مرحلة من الاعياء والانهاك خاصة بعد فشل التجربة تجربة التعاضد ولذلك اصبحت الاوضاع وعندين ستظهر اول حركة اسلامية في تونس نشأة الحركة الاسلامية سيكون في نهاية الستينات وبداية السبعينات في ذلك الوقت بدا وكأن الوضع منفلت تماما خاصة في سلوك الناس في طريقة عيشهم في اعتقادهم بان الحداثة هي نوع من التحرر من كل القيم والتحرر من كل المعاني ضرب المؤسسة العائلة العائلة اصبح فيها نوع من الضياع والاستهانة بالقيم التي كانت تنظمها الاخره يعني هذا الذي سيعيننا على انه لابد من فكر او اسهام في فكر جديد غير الفكر الذي فكر تقليدي ولا خلينا نقول الفكر السائد البسيط الذي كان يعتبر نفسه هو اسلامي ولكنه في الحقيقة ما عندوش فهم لمقتضايات العصر وقدرة على معالجة القضايا الجديدة نعم حدث عن الفكر الاسلامي او الديني الحداثي المستنير يعني كانت هناك كان هناك طيار علماني كما يسمى يعني يضيق على المتدينين الذين لديهم توجه اسلامي مثلا محجوب من ميلاده احد المعنيين مقارنة بالمسعدي هذا قبل قبل بشوي يعني هذا في الستينات يعني الخط الحداثي بدأ في الستينات كانت مراوحة بين السبعينات والستينات يعني في الستينات ظهر على الاقل يعني اذا كان نريد ان نبسط شئا ما عندنا رمزاني اساسيا في تونس خلينا من جانب السياسي او نحكيلك من جانب الثقافي الديني نعم نعم عندنا شخصيتان اساسيتان والشخصيتان درستان الادب والحضارة العربية الاسلامية محمود المسعدي من جهة و محجوب الميلاد من جهة اخرى وقت اللي تدرس شخصيتينهم ومسيرتهم السياسية تدرك انه من ذاك الوقت لم نحسم علاقتنا بالتراث بصورة سوية حسمناها بصورة تغليب عنصر على حساب اهمال عنصر اخر ومحمود المسعدي الذي له خلفية تقليدية تعرفني محمود المسعدي من عائلة محافظة وهو من الوطن القبلي وكذلك محجوب الميلاد من الوطن القبلي ايضا وكلهما من عائلة محافظة لكن احدهما كان يرى ان التحديث اساسي على حساب استفادة من التراث لكن لاجل التحديث بينما محجوب الميلاد كان يعتبر ان هناك تحديثا ينبغي ان يكون من الداخل من داخل التراث وليس من خارجه ينبغي ان نعيد بناء التراث من داخله استفادة بالفلسفة واستفادة من الفكر الحديث يعني مقاربتان مهمتان لكن المشكلة انه همشت احداهما همشت ولم يقع نوع من التفاعل بينهما الذي يثري الطرفين معا هذه فرصة تاريخية فوتت علينا في تونس كان هناك توليفة ايجابية كان ممكن ان تحصل توليفة عجيبة في تونس تميزها ونحن نسعى وظلت مساعينا باستمرار ان تحقق هذه التوليفة هناك سؤال دكتور احميدا يمكن ان اعتبره بديهي او طريف ولكنه صعب في باطنه وهو لو نحب ونتعرف من هو احميد النيفر اين يجد نفسه الان اذا اردنا ان نعرف ساقول انا جامعي استاذ جامعي وفي نفس الوقت اعتبر ان مهمة الجامعي ان لا يقتصر على هذا المجال على اهمية هذا المجال الجامع الذي يكتفي بدوره في الجامعة سيصبح اهلا تعيد انتاج نفسها الجامع الحقيقي كما افهمه هو الذي يكون له حضور خارج الجامع في المجال المدني في المجال السياسي في المجال الاعلامي هذا هو حقيقة الجامعي اي المثقف المثقف الذي يكون عنده تخص سواء في الفلسفة او في التاريخ او في العلوم الاسلامية او في الطب ولكن تخص لا يأسره لا يجعله مقيدا بذلك يوظف معارفه ليصبح فاعلا خارج مجال اختصاصي ويأخذ من كل شيء بطرف هكذا يعني مش بالضرورة في كل شيء لكن يكون عنده حضور في المجتمع التاريخ العربي الاسلامي العلماء الكبار كان عندهم الصفة هذه تلقاها متميز تاخذ كيمة الغزالية على سبيل المثال ولا تاخذ ابنورج ولا ابن خلدون كان عنده تخص ولكن تخصه ما يقيدوش ما يخليهش اسير لذلك التخصص لغد ان يكون فاعلا خارج مجال اختصاصي ويحصل تفاعل بين ذلك الجانب التخصصي والجانب الاخر من بقية من اصدقائكم اليوم اصدقاء الطفولة الجامعة هو كلمة اصدقائي كلمة ملغومة كلمة صعيبة لان الصداقة تقتضي الصدق ونحن في عصر الصدق منسوبه ضعيف منسوبه ضعيف جدا ولذلك انا افضل انه عندنا زملاء او رفاق رفاق ما عارف يعني اندى الان دكتور حميدة تنفي وجود اصدقاء لا مش ننفي لكن عملة نادرة عملة نادرة يعني مثل كم عندك من صديق قالوا عندي خمسين صديق قالوا برا جربه ملقاتش حتى واحد قالوا انت يا بابا قادش عندك قالوا عندي نصف صديق وعمل له التجربة ويظهر نصف صديق هذاك هو الصحيح لو يعود التاريخ الى الخلف هل هناك خيارات كنتم ستعيدون مراجعتها من جديد؟ نعم يعني ساعات الاشياء تفرض نفسها وفما اشياء ليست بارادتي يعني انا اتصور انا حريت الانسان فيها حدود هناك اشياء لا تستطيع ان تنفصلها وظروفك العائلية ما تستطيعش تحرك فيها لكن فما مجالات يعني انا مثلا لو اتيح لي ان اكون ان اعود يعود كما قلت الزمن يعود من لا يمكن اختار مثلا مجال التجارة مجال الاعمال الحرة اكثر منو المجال المعرفي رغم ان المجال المعرفي يثري جوانب اخرى بينما مجال التجارة ومجال الاعمال الحرة يعطيك طاقة للحركة والنشاط والرحلة والسفر والتعارف والكسب والمادة نعم فكان ممكن ان اذهب الى الفرع الاخر الذي نشأت منه عائلتي وهو جانب التجارة والكسب لكن جانب العلم والمعرفة يبدو كأنه فرض نفسه علي اكثر من الجانب الثاني شكرا لك دبطور رحميد النايفر كانت هذه الحلقة الاولى من برنامج الشاهد او الجزء الاول الذي خصص لكم اليوم في معرفة سيرتكم الذاتية والعلمية ثم سننتقل ان شاء الله في الحلقة المقبلة الى السيرة السياسية الانتماء السياسي الافكار السياسية والى غير ذلك من المحاور شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة نلقاكم في الجزء الثاني ان شاء الله من برنامج الشاهد تقابل وتحياتي احمد محفوظ الى اللقاء اشتركوا في القناة